حذر مسؤولون في الملاحة الجوية في المملكة المتحدة من أن تنام عدد الطائرة الصغيرة بدون طيار التي يقوم بها هو غير محترفين قد يعرض الطائرات التجارية للخطر وتقول سلطات الطيران المدني إن طائرة واحدة من دون طيار كانت تحلق فوق مطار هيثرو في لندن كادت أن تصطدم بطائرة أثناء هبوطها في المطار في يوليو تموز الماضي وبحسب جيم مانكوسلن الأمين العام لاتحاد الطيارين البريطانيين فإن الطائرات الصغيرة بدون طيار قد تعيد تجربة هوتسون ريفر عندما أجبرت طائرة على الهبوط على الماء اتراريا في نيويورك عام 2009 بعد أن علق سرب من العصفير داخل أحد محركاتها ويشكل خطر استضام جسم يبلغ حجمه عشرة كيلوغرامات قلقا كبيرا لقائد الطائرة كما أن هذه الطائرات دون طيار قد تصيب قائد الطائرة بالإرباك مما يشكل خطرا على سلامة الرحلة وتشهد تجارة بيع الطائرات دون طيار إقبالا كبيرا في المملكة المتحدة حيث يتم بيع ألف إلى ألفي طائرة شهريا ومن المتوقع أن تشهد هذه الطائرات إقبالا كبيرا في عيد الميلاد كهدية نموذجية يتراوح سعر تلك الطائرات ما بين 35 جنيه استرليني إلى 3000 جنيه استرليني حيث يمكن لبعضها الذي يحمل صفات متطورة أن يحلق بسرعة 45 ميلا في الساعة وتوسي سلطات المناحات الجوية باتباع قواعد السلامة لتشغيل تلك الطيارات وعدم خرقها لتجنب أي مخاطر على رحلات تجارية ومن بين تلك القواعد أن لا تحلق تلك الطائرات دون طيار على ارتفاع يتجاوز 400 قدم أو أكثر من 500 متر من مكان تشغيلها على الأرض كما لا يجب أن تقترب بمسافة 50 مترا من الأفراد أو السيارات أو المباني وهناك مناطق محظورة حول المطارات لا يصبح باقتراب الطائرات دون طيار بقربها وخصوصا تلك التي يتجاوز وزنها 7 كيلوغرامات وقلة من هؤلاء الذين يملكون تلك الطائرات تدربوا على كيفية تحليقها لذلك فإن الأمر يعتمد على المنطق السليم والمسؤولية في تشغيلها يولا زهر الدين بي بي سي